الحقيقة تقرير أكثر من رائع إمام عشور بشكل مختلف الحقيقة تكوين شخصية جديدة تكوين شخصية احترافية بشكل كبير جدا دخول في منظومة النادي الآلي معرفة قواعد النادي الآلي ده مهم جدا قبل ما أتكلم على إمكانيات إمام إمكانيات كبيرة جدا وعظيمة جدا هو قال لسه كمان ما خرجش كل اللي عنده بنقول له أولا مبروك أول كاس عالم للأندية مع النادي الآلي وإن شاء الله في انتظار المزيد منك يا إمام لأن انت لعيب مميز جدا وزي ما بقول طور من شخصيتك كمان وطور من أدائك وطور من دخولك في منظومة النادي الآلي للحقيقة دي كمان هتكون بالنسبة لك إفادة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني لأه كمان هو بثلاثة أربع شهور لعيب كاس عالم صحيح يعني هو إمام مثلا عنده 25 سنة 26 حاجة كده يعني فإمام عنده 26 سنة بيلعب هنا وهنا 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 ما لعيبش في كاس عالم لمرأة النادي الآلي ثلاثة شهور لعيب في كاس العالم ولا أربعة شهور وإن شاء الله يأخذ مدينة وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يأكلمه ويأخذ مدينة لكن خلينا نروح بقى للحالات الفنية كابتن هاني زي ما حيكوا تريد أن تفرج عليها صح آه بالزلط نروح نتفرج على حالات الفنية لهذه المباراة ما بين كريم سعيد وأحمد سلم تمام يا كابتنسان ده بتشكيل فلمانينزي وطبعا أكيد دي مواجهة السادة ما بين النادي الآلي والأنديال البرازيلية في مونديان الأندية كان فيه قبل كده خمس مواجهات واحدة مع انترناسيونال طبعا 2005 وكورينسيانس 2012 اتنين مع بالميرس ورا بعض وبعد كده فلمانجو وطبعا انتصار وحيد برقلات الترجيح قدام بالميرس ومقابل أربع خسان ده تشكيل فلمانينزي وفلمانينزي واحد من الفرق طبعا الأول مرة في حياته تكسب الكوبة اللي ابتتادورس لما كسبه بوكاس جونيورس طبعا اللي كلنا تفرجنا عليها وفريق واضح جدا جدا انه هو فريق مهالي وفريق عنده مقاومات كويس بس احنا عشان نوضح صورة لجمهورنا دي الأقلي الفرق اللي احنا نلعبها عندهم نقاط ضعف كتير قوي وعندهم نقاط قوة كتير قوي فريق نفسه معدل أعماره نصه كبير قوي قوي ومعدل نص التاني صغير قوي قوي نبدأ بحراسة المرمى وفابيو فابيو حارس مرمى يا جماعة عنده 43 سنة بس 43 سنة وطويل حارس طبعا واضح يوم ما بيؤمنوا بيه كده ممكن كده نشبهه بكابتن عسامان حضر عندنا لما حاب يكمل في حياته عشان يحقق بعض الأرقام الكلاسية ميزة طبعا عنده خبرة كبيرة ولعب يعني نهائي كوب ريبتالوريس وعنده 42 سنة حارس بيقدر يلعب نهائي بطولة قرية للأندية وهو في السنة ده واحدة من أكبر المشاكل اللي عند فابيو التزديدات الأرضية يا كابتن هاني ليه؟ الحارس الطويل وكمان المتقدم في العمر عشان ياخد قرار ينزل بجسمه على الأرض واحد من القرارات الصعبة القرار السهلي بالنسباله إن هو يطير في الهواء ويصد الكورة بشكل فيه يعني ممكن كنا نقول إيه الشو فواحدة من النقطة ده ممكن النادي الأكيد طبعا يعني محلل الأداء في النادي الأهلي يشوفوها إن دي واحدة من النقطة لو ممكن بس إن أنا صمحته إن نجيبي التشكيل تاني عشان نحن لسا ما خلصناش في الدفاع طبعا نينو هو المدفع الأبرز وفليب بيميلو طبعا كنا عارفينه أيام ما كان مع جالفة سرايو وبعد كده لعب قدامنا قدام بالميرس وهو بيلعب معهم مساك وهو عنده أربعين سنة وبالتالي هو طبعا نقطة ضعفة مارسيلو طبعا الجناح الباك الشمال الأسطوري اللي ننادي ريان ما ديت كنا عارفينه سيطرة دلتين سنة ويجوجا ويجوجا الباك اليمين نريد أن نذهب إلى الخط الوسط اللي هو ده اللي فيه الشغل كله فيه اثنين اسمين لازم نأخذ بالنا منهم جدا جدا لهم أساس فلومنينزي أندري ومارتينيلي مارتينيلي ده طبعا ما لهوش ضعب مارتينيلي بتاع أرسنل أندري ومارتينيلي اللي اثنين وعشرين سنة لعيبة ثمانية أنه هو بيلعب إلى حد ما بيرتكز عليهم والاتنين دول ممتازين جدا لكابتن هاني فيه عملية تحويل أداء الفريق من الدفاع اللجوم مثلا ما تشاهده مع بوكا جونيورز الفريق لعب زون ديفينس سابق كورة للبوكا يعني بيال هو عايزه ولعبه على المرتدات وقدره يبخته عن ضم سرعات جدا لأ والاتنين دول مميزين عايز أقول لكابتن هاني أدري القيمة التصوكية بتاعته اثنين وثلاثين يونيورو اللعيب ده بعد المونديال بنسبة كبيرة على أوروبا ومارتدين دي أكيد معاه كمان أندريدا أكتر لعيب في الدور البرازيلي وأكتر لعيب في كوبا ليبرتادوريس عمل تمريرات صحيحة لعيب ممتاز جدا وعنده عروض من ريال مدريد ومن برشلونة عمل في الدور البرازيلي 2348 تمرير صح وفي كوبا ليبرتادوريس 854 تمرير صح رقم سبعة ده أهم لعيب في بناء الهاجمة كريم ده أكتر منه أكتر منه ستة ولا تمانية يعني هما الاثنين تمانية هو طريق لعب المدير الفاني هنشرحها دلوقتي عنده كم سنة أندريد؟ 21 و 22 نروح بقى للخط الهجومي أكيد طبعا كلنا عارفين كينو كينو شفناه هنا في مصر مع بيرامدز ولكن نسخة كينو الحالية يا كابتن هاني طبعا دي مختلفة إنه نهارده عنده 35 سنة كبر في السنة بس ما زال عنده طبعا الأرطو بتاعته مميز جدا فيها الفولات مميز جدا فيها لكن واحدة من أكبر نقطة ضعف في كينو ما بيرجعش للدفاع كانوا طبعا المهاجم الأرجنتينو بيلعبوا على خط واحد ده برضو يعني 35 و 35 أعتقد كانوا 35 المهاجم الأرجنتيني أنا أتكلم على كينو على كينو 34 ومرسلو 35 كانوا مهاجم الأرجنتيني بتاعهم دراس الحربة الصريح بتاعهم مميز جدا وقوي للغاية وهيدر كويس داخل مطقة الجزاء وبيهيد هو محطة كوية جدا بس برضو من اللعيبة اللي أعمارها السنية مرتفع 35 سنة وآخر اللعيب معنا هو أرياس الجناح الكولومبي دريبلر بطريقة فازية عنده كنترول على كورة بياخد الكورة ويجري بيها ومحافظ عليها بشكل مميز جدا لعيف سريع وزي لعبة كولومبيا وعندهم فكرة الجهد البدني أكتر من المهارة الفردية فحنا بنلاعب فريق فيه كده وفيه أبيض وسود فريق في متناول فوجة نظر الشخصية كابتن الإسلام النادي الأهلي أتمنى أنه يواصل بنفس ستايل اللعب اللعبه مع التحق الجدل اللي في لومينزي من الفرق اللي برضو بتخسر جهد كبير لو النتيجة ما زالت في المنافسة بيبدأ يخسر الجهد البدني بتاع اللعيبة بنتكلم 40 سنة 35 سنة 30 سنة كل ده ما بيخلهمش يقدروا يقدموا نفس النصق على مدار التسعين دي فضي لها المدرب بتاعهم الفرناندو بيلعب بالبوزيشن البلاي هو واحد من الناس المؤمنة جدا باللعب التموضوعي نجيب الحالات ونشوف دايما هو احنا قلنا الجناحين بتاعهم كينو ورياس الرياس ده واحد من أحرف اللعيبة في الدور البرازيلي اللي هو الجناح الكولومبي وكينو الناحية التانية اللعب التموضوعي أو فكرة اللعب التموضوعي لو نجيب الصور هنلاقي ان الجناحين الجناحين مش بيروحوا الاتنين بيروحوا مع بعض في جابها واحدة يعني مثلا كينو ورياس نلاقيهم في جابها واحدة فبيعملوا شك يعني ايه اللعب التموضوعي نفس الصورة اللي قدامنا دي ان تلاقي الجناحين نحية معلول يعني هنا هتلاقي كينو وهتلاقي رياس واقف مع بعض وإيه اللي نجيبهم يعني دي معلومة غريبة شوية أن الجناحين يلعبوا في منطقة واحدة غريبة شوية دي وكرة معاهم إيه الفكرة؟ الفكرة أن أنت بيحاول يعمل لعب حر لعب زيادة فبيبقى فيك جناحين في نفس الجبهة بنفس الشكل ده وحتى كمان الظهير بيخش كفول سباكي يعني ممكن تلاقيه مرسله في بعض الحالات في وسط الملعب هو الفايدة هنا أنه هو عامل حاجة اسمها تحميل عددي بتفوق عددي وتفوق تمركزي كده في كم لعب واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبع سبع لعيبة بس خلي بالك هو هنا بيعمل أنه هو لازم ياخدها لو ما خدهاش حتبقى مرتدة خطيرة هنا لازم يكون فيه ارتداد مهم للأجنحة بتاعت النادي الأهلي في مواتش زي ده عشان خاطر التحميل العددي هم هي دي الفكرة اللي بيلعبوا عليها فكرة أن أنا بعمل تفوق عددي في جنب هاتوا الصورة اللي بعدها هوري لحدك نفس الشكل هنا مثلا مرسله فين؟ مرسله دخل مرسله باكليفت دايما مرسله أثناء التحضير دايما بيخش الجوة كفول سباك فهنا عشان برضو يعمل فكرة التفوق العددي بص هنا ناحية اليمين هتلاقي الجنحين موجودين والمهاجم وقف في العمق وبرضو عامل فكرة تحميل عددي تفوق عددي يبقى فيه كذا لاعب في الجابهة ناحية معلول فلازم الشحات يبقى راجع كوكا يبقى معاه على فكرة محمد عبد المنعم عمل دور ممتاز في اللي هو بيغطي في المساحة اللي في ظهر علي معلول دي برضو مهمة جدا ان احنا عشان نقدر نقفل الجابهة دي هات الصورة اللي بعدها نفس الشكل في الهدف بتاع بو ده الهدف اللي جابوه في النهائي ده الاول الاول الهدف كانت فكرته ايه ان انا برضو عامل تحميل عددي في الجنب ده هنا مين؟ ارياس ارياس ده اصلا ناحية اليمين كينو راح معاه اللي هو الجناح الشمال راح معاه ناحية اليمين فهنا عمله ومرسله فين؟ مرسله وقف في النص مرسله اللي هو الباكليفت دخل جوه فعمل كم لعيبة؟ واحد ادي تلاتة وقفين وراء اربعة خمسة ستة سبعة سبعة في جنب فهي الفكرة كلها ان هم بيعملوا زي ما احنا بنقول تفوق عددي او تحميل عددي في جنب وارياس هاتو الصورة اللي بعدها بص لما عملوا الوان تو هنا اتعاملت وان تو كينو هو ارياس عملوا الوان تو مع بعض اللي هم الجناحين هنا المهاجم الخطير كان وده عامل ارقام كياسية عندهم هدف الدوري البرازيلي وهدف كوبا ليبرتادوريس جايف في الدوري عشر اهداف وجايف في كوبا ليبرتادوريس 13 هدف مهاجم زكي في تحركاته لازم عبد المنعم وياسر يخلوا بالهم جدا لان هو بيسرق المدافعين وقوة بدنية وقوة بدنية دايما بص هنا واقف على البعيدة هاتو الصورة اللي بعدها هتلاقيه قطع لجوه وضحك على المدافع عشان يستلم الكورة قطع على القريبة كمل الصورة اللي بعدها هتلاقيه هو قطع على القريبة وقدر ان هو يسجل من خلال الفينيش بتاعه ممتاز كمل برضو الحالة اللي بعدها اذا انت الفكرة الاولانية او اللي عايزين نتكلم فيه ان هي فكرة التحميل العدل الكسافة العددية في مكان الكورة في اثناء الاستحواز على الكورة طب ده من ناحية اليمين بس ولا ناحية شماية اكتر ناحية اليمين الاكتر يعني في الجابهة اللي في ظهر معلوم اه يعني ناحية شماية اه ناحية شماية هنا الشحات لازم يكون لي دور دفاع مهم جدا احمد نبيل كوكا لو قدرنا ان احنا نستغله في الحتة دي ممكن واحد زي قال يو ديانك تحطه برضو في الحتة دي كمجهود بدني تستغله يقفلك الجابهة دي بس الحتة دي يعني انا بشوفها سلاح زحدين صحيح لو خدت الكورة لو خدت الكورة دربتهم في الجابهة دي ووراهم على طول مرتدة يعني انت بس تركز في قطع الكورة نفس اللي احنا عملنا مع التحاجات ده بالزبط ده شكل الضغط هم من المؤمنين طبعا بالضغط العالي الكورة البرازيلية والمدارب البرازيلية لانه هو اصلا اسلوب اللي عبهم ضغط عالي بس هم بالعب اربعة اتنين تراتة واحد في حالة الضغط بتتحول لايه لاربعة اربعة اتنين بوجود شيرمان كانوا اللي هو المهاجم الارجنتيني وصنع الالعاب جنزو الاثنين بيتغطوا قدام ودي الجناحين هنا ده الطبيعي الشكل الطبيعي بتاعهم الرياس نحية اليمين كينو في نحية الشمال الاثنين اللي في النص اندريه اللي احنا كلمنا عنه انه هو واحد من احسن اللعابة الوسط في الدوري البرازيلي اللي هو رقم سبعة وماتيوس مارتينيلي رقم تمانية ده الشكل بتاع الضغط كمل الصورة اللي بعدها هنا اندريه اللعاب اللي احنا بنتكلم عليه وده واحد من احسن اللعابة الصعد عندهم في الدوري اللي قلنا عليه ده في تحديل الهاجمة هنا بينزل دايما ما بين الاثنين المساكين برضو حاجة مهمة لازم نتكلم فيه ان اندريه ده لازم يتعامل عليه ضغط لازم يتعامل عليه ضغط زي كان دور فابينيو كده في الاتحاد انه كان عليه ضغط من كوكا بس ده أفضل منه هنا أسرع وكمان هنا سعاد فابينيو غصبا عنه بيستلم الكورة قدامة الجزاء الاتحاد اندريه بيجنح وبياخد الكورة من عطرف وعنده الكودة ان هو يطلع بيها ويجرب بيها ومفيش تمرير يا كريم من رجله بتطلع غلط أرقامه بتقول كده وكمان الحلاك عالي الفريد برازيلي الفريد برازيلي أكتر حاجة يكرهها كورة الطولية حتى لو انت عملت معا ضغط هيطلع بيها لهم عندهم من مهارة في التمرير حتى حتى ضغط عالي احنا هنلعب يعني مع كامل احترامي طبعا أي حد ممكن يشوف ان ماتش فلمونيزي أقل من اتحاد جدة ده أمر خاطئ تماما يعني صعب ده دول شقيانين في الملعب دول بيشقوا في الملعب لقيمة اتحاد جدة بيشقوش في الملعب لقيمة اتحاد جدة لحد ما بلعبوا بشقوة والسكينة إنما دول لا وعندهم حلول وعندهم لو انا دي من الحدش هو الاحمل لهم عندهم الحلول نكمل نكمل هات الصورة البعضة برضو بص هنا اندري رقم 7 هنا برضو فكرة التحميل العدد بص كذا لعبة جبناها نفس الفكرة 1 2 3 4 5 6 7 دي نقطة قوتهم والمشكلة انها في جابهة معلول فلازم مارسل كولور يخلي بالهم النقطة بص لو كينو مش ظاهر معانا قوي ده مارسلو 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 مش ظاهر معانا قوي فكرة انت هتاخد الكورة وتجمعها في الجانب الين وتلعب العكسات دي خطر جدا دي خطر جدا لازم نخلي بالنا من الحتة دي هنا بقى نقاط الضعف زي ما تكلمنا على نقاط القوة انا بشوف ان انت برضو تقدر تتعامل مارسل كولور لو تتعامل مع المباراة بشكل زكي زي المباراة اللي فاتت يقدر ان شاء الله انه يعمل نتيجة كويسة هنا الكورة مثلا مع مارسلو تمام وهاجمة اليوم عادية خالص بيعمل بالعرض بص التحول الترانزيشن من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية هاتو الصورة اللي بعدها بص اول اما تقطعت الكورة بص تضربوا بتمريرة سهلة جدا لان هم عاملين تحميل عدد ارجع بس الصورة اللي قابلها هنا ده سوارز خلي بالك في الصورة دي تواضح جدا ان هم كمان دفاع متقدم دفاع هاي لاين دفاع هاي لاين متقدم تقريبا للسندباكين وقفين بعد دائرة السندب تقدر ان انت اول اما تقطع الكورة تعمل تمرير طولي في ظهرهم لازم كهرباء برسيتاء والشحات يعملوا التمريرات دي يقدر امام عشور اللعبة دي تعمل تمريرة طولية في ظهر المدافعين كمان لان الاتنين يا كريم نقطة ضعفهم الاتنين البطق نينو مميز جدا اللي هو المساك في الاتحامات على الهوائية لكن على الارض ضعيف فيليب ميلو كبير في السن وعلى الارض ضعيف فانت عشان تضربهم هتضربهم من العمق ولازم الكورة تتلعب تمريرها طولية أرضية كمل نفس ده راحة انفراض بمنتهى السهولة قدر سوارز ان هو يسجل هدف ده اخر مباراة اتسجلت فيه اه جريميو كمل برضو هنا نفس الكورة هنا مرسله ودخل في وسط الملعب عشان يعمل برضو فكرة التحميل العدد بتاعتهم ويتحاول كفلسة لما تقطعت منه ارجع اللي قبلها دول لو عبدتهم هتلاقي العشرة اللعيبة موجودة وكأن ما فيش حدس الوكين ورع يعني واحد تسعة بالزبط أو تسعة تسعة يعني تسعة أول اما تقطعت هم بيدغطوا بشكل لازم الترانز اكشن وده أفضل ما عملوا النادي الأهلي في المباراة الأخيرة هو التغيير من الدفاع للهجوم بص يا كابتن إسلامي كابتن هاني هات الصورة اللي بعدها بص الترانزشن هنا بص الارتداد الدفاع بتاعهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمس وسوارز راح انفراد يعني بص التحول من الحلد الهجومية دي نقطة ضعفهم اللي لازم النادي الأهلي ان شاء الله نقدر ان احنا نسجل من خلاله زي ما قلنا على التحاد جدة بنقول برضو على فليمونينزي يقدر النادي الأهلي يستغل المساحات اللي في ظهر في ليب ميلو ونينو اللي هو المدافع رقم 30 ورقم 33 اللي بعدها برضو هنا ده نفس الشكل بص هنا العودة الدفاعية بتاعتهم ده في النهائي قدام بوكا جونيور واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة نلاحظ ان الصورة بتتكرر في كذا ماتش نفس الشكل بيندفعوا قدام عندهم تحس ان دفاع هجومي كبير جدا عايز اجيب جون وعايز اعمل ضغط عالي وعايز اعمل تحميل حالة دي وفي نفس الوقت لو انت قدرت تقطعهم تقطع الكورة في وسط الملعب وتعمل المرتدة تقدر ان شاء الله انت تسجل من خلال هات اللي بعدها هنا برضو النقطة اللي اتكلمت عليها كريم سلاح التزديد من بره التمنتاشر مهم جدا الفرقة دي دخل فيها هدف كتير جدا من خلال التزديدات ممكن تكون نقطة ضعفة عند حراس المر مرغم ان الحارس مميز بس في حتة التزديدات زي ما انت قلت على الارض ضعيفة وحتة العم كده بيبقى فاضي دايما لأن الاثنين اصلا لعبة كورة يعني اندريا وماتيوس مارتنيل الاثنين اللي في وسط الملعب لعاب الكورة مش لعبة بدانية مش لعاب اللي هو ستة واحت لا هم لعبة تامانية هجوميين نكمل بعدها برضو فى صورة نفس الشكل برضو تزديدا هنا برضو جاء فيهم بون ده الهدف بيبقى جونيور من نفس الشكل برضو تزديدا من العمك الاثنين اللي في وسط الملعب تحس من الآخر ان الفرقة دي عندهم مشاكل. طيب اللي جاي ايه بقى بسرعة. قدامنا دقتين. معنا الارقام. ارقامهم في الدور البرازيلي وفي كوبا لبرتادورس. لو نستعرضها. ارقام جاهزة يا شباب. ماشي يالب. ناخد ارقام. خاطرك حاضر. ماشي يا احمد عشان خاطر. في الدور البرازيلي هم لعبوا 38. كسبوا 16. اتعدلوا 8. وخسروا 14. سجلوا 51 هدف. واستقبلوا 47 هدف. اللي بعدها. عايزين بس الارقام. ايوا حافظ عن نظافة شباك و12 ماتش. وده بيأكد ان هم 12 من 35 ان هم دفاعيا عندهم مشاكل. هدف الفريق مين? جيرمان كانوا. اللي هو المهاجم الارجنتيني مسجل 10 اهداف. وجون ارياس اللي هو الكولومبي. الجناح ده خطير. مسجل 7 اهداف. وعمل 7 اسست. يعني عمي ساهم في 14 جون. اللي هو هيلعب في ظهر معلول. لازم نعمل له 1000 حساب. اللي هو اللعيب رقم 21 الكولومبي. الاكثر مراوغات نكحة. جون ارياس. 80 مراوغة نكحة. كينو 55. هات اللي بعدها. هنلاقي برضو حتة التمريرات اللي اتكلمنا عليها. الاكثر صناعة للفرص جون ارياس الكولومبي 58 فرصة. المحاولات. المهاجم الارجنتيني 82. الاكثر في المحاولات. الاكثر تمريرات صحيحة اندريا وهو الاكتر في الدور البرازيلي. 2348. كوبا لبرتادوريس. برضو هنلاقي هنلاقي الارقام مشابهة في بعض الحاجات. يعني مثلا هم لعبوا 13. هتلاقي افضل. هتلاقي افضل. بس باتكلم على اللعبي الفردي. يعني مثلا هدف البطولة جيرمان كانو. هدف هنا وهنا. لازم نخلي بالنا. ياسر ومنعم لازم يخلي بالهم من كانو. الحافظ على نظافة شباكو كريم. تلات مباراة بس من 13. برضو دي حاجة لازم نستغلها ان الدفاع عندهم عنده مشاكل. في مشاكل دفعية واضحة. نكمل. برضو مين الاكثر بص هنا. الاكثر اسست في البطولة كينو. عامل خمسة اسست. الاكثر مراغات نجحة في كله. ده جون ارياس. تلاقيه دايما رقم واحد عندهم في الدريبل. التمريرات بتلاقي اندريه. اللي هو رقم سبعة موجود في كل الارقام. 854. الاكثر صناعة للفرش جون ارياس. اللي هو الجناح اليمين الكولومبي. الاكثر فوز بالتحامات هواية مين؟ المدافع. اللي هو نينو. اللي هو رقم 33 لما قلنا انه هو على الارض ضعيف. بس في الهوى كويس. الاكثر ارسالا للعرضيات الصحيحة. جون ارياس اللي هو الجناح الكولومبي. اللي هو رقم واحد وعشرين عامل تسعتاشر عرضي. وعشان سانيا كابت اسم نترجم بس الارقام لجمهور اليد الاقل عشان ما يتخضش. الفريق السنة دي اهتم للغاية بكوبة البيتادورس. سابوا الدوري تمام. السنة دي فريق فنش سابع عشان يلحق اخر مركز يؤهل لكوبة البيتادورس السنة الجاية. لو ما بياخدوا سبعة فرق من الدور البرازيل. لكن السنة قبل اللي فاتت طلع التالت. لما اتأهل بقى للبطولة. فببساطة هم السنة دي يركزوا في البطولة القرية عشان حركة عاليفة طبعا كابتال هالي بيحبوا يسوقوا اللعيبة. اكيد. دي بطولة تسويق لعبين. انهما بعد ما البطولة تخلص يباعدوا تلات لعيبة يقدر يدخل فلوس ويبدأ يصرف على النادي مرة اخر. عموما شرفتونا ونورتونا. نتمنى ان شاء الله ان تكون هذه المباراة. المباراة القادمة يعني افضل بكتير جدا جدا من المباراة. اشكراك يا دكتور احمد على وجودك معنا. شكراك شكرا جزيلا على وجودكم معنا. طبعا كانت الحلقة النهاردة كلها فرحة وكلها زيو زيو زيو. انبساطات كثيرة جدا جدا. ولكن في النهاية يظل دائما النادي الاهلي هو فخرا. هو كل سعادتنا. هو دايما مصدر السعادة في الرياضة المصرية. نتمنى يا رب كل التوفيق لنادي الاهلي في المباراة القادمة. ونستطيع ان نفوز ونصعد للمباراة النهائية. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله اشوف حضراتكم يوم بكرة. بكرة ان شاء الله. بكرة ان شاء الله لقاء جديد والاهلي في المنديال. اصبع على خير.